ما يأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أي دخول للقوات الروسية إلى أوكرانيا يعد عملية غزو الرئيس الأمريكي شدد أن روسيا ستدفع ثمنا باهضا في حال اتخاذ هذا الخيار في تصريح يأتي بعد يوما من إشارة بايدن إلى احتمال توغل محدود لروسيا في أوكرانيا يقابل برد أقل حدة من حلف الشمال الأطلسية لقد كنت واضحا تماما مع الرئيس بوتين وهو يدرك أن أي تحرك من الوحدات الروسية المحتشدة عبر الحدود الأوكرانية يعد غزوا وسوف يقابل ذلك برد اقتصادي قاس ومنسق لقد تناقشت بالتفصيل مع حلفائنا وكذلك أوضحت ذلك بجلاء للرئيس بوتين عقوبات جاهزة وضعتها الإدارة الأمريكية بالتنصيق مع الحلفاء والشركاء في حال تقدمت القوات الروسية نحو أوكرانيا يقول الرئيس الأمريكي وهو يكرر تهديداته لروسيا إذا ما أقدمت على غزو أوكرانيا لو قامت روسيا بما هي قادرة عليه عبر حشد قواتها على حدود فسيكون الوضع كارثيا شركاءنا جهزوا لفرض ما يمكنه أن يكون أكثر ضررا على روسيا واقتصادها تتحد واشنطن إدارة ومشرعين ديمقراطيين وجمهوريين بشأن ضرورة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا السناتور كريس مرفي وبعد زيارة إلى كييف مع وفد من الكونغرس قال بعد إطلاعه بايدن على نتائج الزيارة إن الشعب الأوكراني مستعد للقتال لكنه يحتاج إلى إشارات واضحة بأن واشنطن ملتزمة بالنضال من أجل السيادة الأوكرانية إشارات تنقسم واشنطن بشأنها بايدن استبعد صراحة مواجهة عسكرية مع روسيا لكنه يقول إنه ليقف مكتوف اليدين وهذا يقول خبراء بأنه يحدد خيارات واشنطن بعقوبات بالتنصيق مع الحلفاء أعتقد أن العقوبات ستكون أكثر حدة وشمولة يشترك فيها الأوروبيون وتشمل قطاعات أكثر من بينها نوردستريم إضافة إلى نشر قوات للنيتو في مناطق تقع تحت تهديد أكبر إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا وهي رومانيا وبولندا ودول البلطيق كلها خيارات غير كافية يقول خبراء لمنع غزو روسيا على أوكرانيا وإن كانت ستؤجج النزاع كما أن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا قد يجعل غزو روسيا أكثر تكلفتان من النواحي المختلفة ليبقى خيار واشنطن الوحيد يقول خبراء والعقوبات حتى الآن ووفق ما قاله الرئيس الأمريكي قدمت واشنطن إلى كييف مساعدات عسكرية بتكلفتان زادت عن 600 مليون دولار أمريكي لكن الكرة يقول بايدن في ملعب الرئيس الروسي وهو وحده القادر على خفض التصعيد عبر خيار دبلوماسية أو الاستعداد لمواجهة العواقب في حال المضي في الحل العسكري ريماض حمدي العربي واشنطن صعد القادة الغربيون المجتمعون في برلين لهجتهم في موجهة روسيا محذرين إياها من تواغل أو غزو لأوكرانيا وذلك عشية محادثات ستجريها مع واشنطن في جنوب وتوعد وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاء نظرائه من فرنسا وألمانيا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني توعد برد على أي تجاوز للقوات الروسية للحدود الأوكرانية أمن أوروبا وحدودها الشرقية والسبل التعامل مع موسكو التي باتت تصعيداتها تشكل خطرا على السلم الأوروبي والعالمي كانت محاور لقاءة برلين الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية أكدت خلال الاجتماعات أن على أوكرانيا اعتبار الوضع الحالي تهديدا في ظل التصعيد العسكري الروسي الذي قد يؤدي إلى انتهاك السيادة الأوكرانية لقد كنا واضحين للغاية طوال الوقت في حال تحرك أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكاب أعمال عدوانية جديدة ضد أوكرانيا والتي ستقابل برد سريع وشديد من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن المسألة وجودية بالنسبة لهم تماما كمسألة حفظ السلام في أوروبا وأن على روسيا اتخاذ خطوات لخفض التصعيد وأن أي سلوك عدواني سينجم عنه عواقب وخيمة المفاوضات الآن في مرحلة حاسمة نحن بحاجة إلى إحراز تقدم بشكل عاجل للغاية وإلا فلن نتمكن من التوصل معا إلى اتفاق يحقق قيمة مضافة للمسألة المركزية المتمثلة في عدم الامتشار التحذيرات الألمانية والأوروبية حيال التصعيد الروسي واضحة وموحدة إلا أن موسكو لا تزال تصر على سماع الجواب من واشنطن أولا قبل جارتها الأوروبية تؤكد الدول الأوروبية على وحدة مواقفها فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا أساس ذلك الطريق الدبلوماسي مواقفه تتطابق مع الرؤية الأمريكية حيال قضايا الأمن في أوروبا والنظام العالمي انطلاقا من الأزمة الأوكرانية مكسيم العيساء العربي برلين من جانبها أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على تدخل روسيا في أكرانيا بفرد عقوبة اقتصادية ومالية على نطاق واسع إذا تدهور الوضع ووقعت أي هجمات أخرى على وحدة أراضي أوكرانيا فسنرد بفرد عقوبة اقتصادية ومالية واسعة النطاق بدورها دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الدول الغربية إلى التوقف عن المساهمة في عسكرة الأزمة الأوكرانية على حد وصفها واعتبرت أن تصريحات واشنطن بشأن غزو روسي لأوكرانيا ضرورية لخلق الأرضية للاستفزازات العسكرية الأمريكية هناك بحسب تعبيرها مضيفة أن كييف تنظر إلى مساعدات الغرب العسكرية على أنها تفويض لشن عملية في إقليم دومباس الآن من موسكو ينضم إلينا قسطنطين ترويستوف الباحث السياسي سيدة ترويستوف مساء الخير المواقف الصادرة من واشنطن للعواصم الأوروبية تشهي أو تؤكد بأن ردة فعلها على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا وشيك لن تكون تقليدية أو كلاسيكية هل موسكو الآن في مستوى هذا التحدي؟ الحقيقة الانطباع الذي يوجد في موسكو أن كل هذه البلبلة حول الغزو الروسي على أوكرانيا عبارة عن محاولة تضليل المبادئ الأساسية التي تشير إليها روسيا وهي يعني التأكيد الغربي المكتوب بشكل وثيقة لعدم التوسع للحلف الأطلنطي رقم واحد والرقم الثاني عودت القوات المسلحة للحلف الأطلنطي إلى حدود تسعة سبعة وتسعين هذه كانت متطلبات روسيا المبدئية وروسيا تنتظر الرد المكتوب من الغرب بشكل فوري بعد هذا يعني الناس في الغرب وخاصة القيادة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية ألفت أسطورة خول الغزو الروسي على أوكرانيا ويعني هناك اعتبار في روسيا أنه كل هذه الضجة وكل هذه البلبلة لا إلا الأكاديم طيب أنا أريد أن ناقشك في النقطة الأولى أو المطلب الأولى الذي تقول أنه المطلب الأساسي لموسكو من الغرب ومن واشنطن بالتحديد وهي نقطة عدم توسع النيتو في أوروبا باتجاه أوكرانيا طبعا باتجاه الحدود نحو روسيا هناك تعهد الآن من ولاية المتحدة بأنها لن تعمل على ضم أوكرانيا إلى النيتو على الأقل في المدى القصير لنقل مثلا خمس سنوات أو عشر سنوات لا يكفي هذا التعهد موسكو لتثق بأن أوكرانيا لن تنضم قريبا إلى النيتو الطلب الروسي لا يعني عدم الانضمام الأوكراني والجورجي إلى النيتو بالمدى القريب وإنما يعني عدم الانضمام بشكل مطلق لا بالمدى القريب ولا بالمدى البعيد يعني هذه مسألة إجرائية يعني أنه ما وعادة يتم الاتفاق الاتفاقية السياسية يمكن أن يتم تغييرها في أي أول دبلوماسية أو بين الدول يعني يمكن تغييرها مع تغيير الإدارات مثل ما حدث في الاتفاق النووي الإيراني مثلا يعني حتى لو تم الاتفاق الآن على أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى النيتو قد تأتي إدارة أمريكية جديدة بعد أربع سنوات أو سنتين وتغيير الموقف فلماذا لا تبني روسيا على هذا الموقف الحالي الآن من واشنطن لأن روسيا تطالب أن كل هذا مفروضا يكون مكتوب بشكل وثيقة دولية معترفة بعد ذلك بمجلس الأمن للأمم المتحدة وخليه تحاول لأي إدارة أي إدارة أمريكية قادمة أن تخالف هذه الوثيقة الدولية إن تحدثنا عسكريا وبصراحة هل موسكو قادر عسكريا على تحمل تبعات أي اجتياح سواء جزئية أو كل عسكريا لأوكرانيا نتحدث في مقابل القوى العسكرية للنيتو والولايات المتحدة لازم نقول أن القوات العسكرية للنيتو والولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة أن تشارك في أي حرب في أوكرانيا بشكل فعال وإن كان ذلك يعني طبعا هناك إمكانيات عسكرية لروسيا كافية أن تنتصر في حال إذا حدثت أي حرب في المنطقة إذن موسكو الآن تعول على عدم رغبة الطرف الآخر في القتال فعليا ولا تعول على تفوقها العسكري على الطرف الآخر عمليا روسيا ليست لها أي إرادة لبداية أي حرب ولكن إذا حدثت هناك حرب فليس بظن بروسيا ولكن يعني وضح تماما أن سواء أمريكا أو الحلف الأطلنتي بالكامل ليس لديه أي قدرة عسكرية فعلية أن يعني أن تتفوق على روسيا في هذه المنطقة و يعني الضجيج والحستيري الغربية يعني مرتبطة بفهم هذه الحقيقة قسطنطين تراجتوف الباحث السياسي من موسكو شكرا جزيلا لك